استعرض رئيس الوزراء معين عبد الملك برنامج الحكومة وموازنتها العامة للعام الجاري أمام مجلس النواب الذي عقد جلسته الثانية في مدينة سيئون ضمن الجلسات غير الاعتيادية التي دعا إليها الرئيس هادي وقال رئيس الوزراء إن الموازنة تم إعدادها وفق الظروف الراهنة وتطورات التي تعيشها البلاد مضيفا أن الحكومة ستعتمد حزمة من السياسات والتدابير والإجراءات التي تمكنها من تحقيق أهدافها الرئيسة من ضمنها الحد من النفقات غير الضرورية والإعفاءات الجمركية والضريبية وحالات الازدواج الوظيفي وأكد معين عبد الملك أن الحكومة ستعمل على فك الحجز عن أرصدة وحسابات البنك المركزي في الخارج وستعيد بناء الاحتياطين من العملة عن طريق تفعيل الأوعية المالية والمنح والودائع وقدر الإضاح الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ تريليونين ومائة وتسعة وخمسين مليار ومائتين وواحد وسبعين مليون ريال بنقص قدره أربعة وأربعون مليار وتسعمائة وستة وتسعون مليون ريال عن موازنة العام 2014 احتلت إيرادات النفط 32% بينما الضرائب 30% أما الجمارك فكانت حصتها ثمانية في المئة من إجمال الموارد الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة الميزانية العامة للدولة أمام أعضاء البرلمان منذ انقلاب الميليشيا في الـ 21 سبتمبر 2014